أَوَلَمْ يَرَ النَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقُنَاهُمَا وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَاجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا تَمِيدَ بِهِمْ وَاجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُغُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَاجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَحْفُظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلكه يسبحون وما جعلنا ببشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبذوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم دغتة فتباتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالذين والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من لدوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفعة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان بثقال حبة من خربل أتينا بها وكفى بنا حاسبين